اشتركوا في القناة ويخوف صراحة إذا ما نفوت بيه تفاصيله أكتر التسلط الشيطاني هل هو حقيقة أو وهم وهل ممكن أن نتحرر منه طبعا رح نغوص بكل التفاصيل مع الأسيس بس قبل خلينا نبارك لبعضنا بالحلة الجديدة ونحن من دعاة التغيير والتجدد بالحياة دكتور ألف مبروك ليوم جديد بالستوديو الجديد واسمح لي أول شي صبح كل المشاهدين اللي بمجهور صباح الخير وبشكل خاص نقدم الشكر لداني سعد يلي اشتغل هالفرشة الحلوية اللي بيبيننا ورانا والطاولة هوني فسلم إيديك كلك زوء وبدأت شكر الست بلانش اللي هي كانت صاحبة الفكرة والمبادرة بلانش حداد نحن نستفقد لك بيوم جديد نهار السابت تحياتنا للجميع أنا صباح صراحة ما سميت لأن ما بدي أنا بدي سميه ما بدي أنسى حدا لأن مش هتنسى الشباب اللي عملوا الريدويات وفي الشكل يعني وقلت أنه بكل محبة وبكل اندفاع وأوقات يمكن بمجهود أو بمبلغ قليل إنما لما بتنوجد الإرادة والتصميم والمحبة والعزم كلنا قادرين نعمل هيدا الفرق تحيي لكل شخص يعني حط إيده بطريقة ما لنطلع عليكم بهيدا الحلوية هيدا تدريجون الشعب مية بالمية بتعرف شو قلت الصباح حتى لو أخدت شوي من وقت الموضوع أسيس بتعرف شو قلت الصباح إنه أنا مع التغيير وحلو التغيير التغيير بالدكار بيغير لك نفسيتك بس يومين ثلاثة بتتعود عليه حتى أي قطعة جديدة بتجيبه على بيتك بس التغيير لازم يكون نحن من جوة والتغيير دايما للأحسن التغيير يكون عم بيماشي العصر بالدكار وعم بيماشي التطور أيضا وعم بيماشي فكر المشاهدين وبدك تفكر فيهم أنه 15 سنة مزيحوا عنك 15 سنة حبوك أصدقاء أو فيه اتقبلوك مثل ما أنت وهن اللي يكبرونا فنحن نتطور لنكون أقرب لقلهم بالكلمة والفكرة والمعلومة ليه منقدم لهم هذا اللي حبيت قوله عظيم أسيس يعني هل من تسلط شيطاني على الناس كيف فينا نتعامل معه شو هو الموقف المسيح منه هذا السؤال اللي كلنا نطرحه وشو بتقدم المسيحية للمعذبين من هذا التسلط يعني موضوع مثل ما وصفناه خطير أسيس لأن أوقات يعني الشيطان ونحن دايما وحضرتك مرة بعدتلي أرتيك لعن نهاية الأزفنة بتشوف حملين أو بالأحرى الشياطين بيطوب حملين بيروبيط بيط بتذكر كتير الأرتيك لقريته منيح يعني بوداعة وهن بيكونوا مخبيين هذا الشر للإنسان والبشر وللكل راضي جمعاء الموضوع خطير والموضوع اليوم بالعقل المعاصر مش مطروح تنحكي الحقيقة العقل المعاصر مش مآمن بوجود الله بدك يقيم وجود الشياطين فمثلا حتى الليهوت المعاصر مش مآمن بوجود الملايكي فبدك يقيم وجود الشياطين والإنسان بالمرحلة اللي نحن فيها بيشدد أكتر على العلم وعلى السيكولوجيا علم النفس وبيعتبر أي ظواهر مش طبيعية هي خلل دماغي وبيتهيأ له الإنسان وبيتوهم وهذا الكلام صحيح فيه ناس بيتوهموا وبيشوفوا الشياطين وبيكون عندهم عوارض أمراض سكيزوفرينية وغيره فمش بالضرورة أنه اللي هني نعم بيشوفوه حقيقي لو هني حرام شايفينه بس ممكن ما يكون الوضع وضع مس شيطاني أو لبس شيطاني أو تصلت شيطاني بيكون أمراض بترك الموضوع للأطباء يحكوا فيه ولكن أنا كقارئ للإنجيل المقدس ما فيني ما شوف تعليمه من نحو الشيطان واتحذر خاصة أنه ببداية الصفحات طبعا الكتاب المقدس لما الله خلق الكون والإنسان آدم وحوى وبلشنا به المسيرة البشرية منشوف كان فيه تحرك للشيطان يلي كان سبق خلق البشر بتمرد في السماء لأنه هو كان رئيس ملاكي قبل ميخايل وهو عمل تمرد على الرب قال ليه أنا بدي أكون رئيس الحرس تابعه بكون أنا اللي قعد على العرش لا بدي أكون تابعه ليه لش بدي أكون زالمته أنا بقعد على العرش وهيك هيك اللي عسكر بيطيعوني فهو يظن أنه العسكر إله مش لربنا فتشوف هنا بيجي اللقب رب الجنود للرب الخالق فهو افتكر العسكر لأله عمل تمرد وسقط ونزل يشتغل على الساحة البشرية ليقاهر بأله عبر ولاده السيس معلي يعني خارج إطار السياء ربنا عنده قدرة أنا إيماني أنه يسحق الشيطان وصحقه بموته على الصليب وبقيامته حكمة ربنا بتقول أن يبقى الشيطان حتى نظلنا بصراع مستمر للخير يغلو بالشر ونعطي أمثلة أجيال بعد أجيال حكمة ربنا أعلى من حكمتنا وما عندي جواب لأله كان حب علي أنه ربنا يكون مسح له رأبته من أول نهار وما خلي ينزل ما يقب رأسوا يعيف فسادا في الأرض مثل ما بيقولوا ليش الرب سمح أنه يبقى وتاخد حقبة طويلة من التاريخ البشري قبل ما يربطه نهائيا ما عندي جواب إلا أنه نحن علينا أن نواجه بدل ما نطرح الأسئلة الفنسفية العليا لما إلى جواب عندنا إلى جواب عند ربنا بيوني نعرف خلينا نشوف بالمعركة من هو هذا العدو حتى نعرف نتحذر منه نعم طيب هل هناك مس شيطاني ولا هي هيك معتقدات خرافية متناقلة عبر الأجيال والأزمنة لما شوف أشياء بالإنجيل عن مسج شيطاني وأنا وافق من صدق الوحي الإلهي ومن الذين دونوا ومن يسوع شخصيا لما قالوا إجاب بليس جربوا متى أربعة مشهور النص ثلاث مرات وقالوا اذهب عني يا شيطان فبتشوف أنه كان الشيطان شخص واعي حقيقي مكتدر ويعمل في دائرة البشر وفي يلي بيقروا الأنجيل خاصة الأنجيل الثلاثة متى مرء أسلوقة وأعمل الرسل رح بيشوفوا أنه المسيح والرسل تواجهوا مع حالات من الأشخاص يلي بتتراوح قصة التعامل الشيطاني معهم من تأثير خارجي أو تأثير على لسانهم متى لما بطس الرسول خبص ويسوع عيط عليه كمان قالوا إذهب عني يا شيطان ما كان مقصود أنه مسكون ولكن كان لسانه محرك من إبليس يوم متى فبتشوف كمان أشخاص طرد منهم أرواح بالجملة متى الواحد طرد منه لاجئون يعني ألف شيطان أو تلك المرأة المعترى اللي كان فيها سبع الشيطين أو إلى آخره أنا حضرت نص اليوم بدي أقرأ ومنشوف أنه هادي مش عم بتخاطب العقل البسيط وتقوله أنه هادي الشيطان بالوقت هو ما بيقدر يشرح له علم نفس ما كان يتطور كان بعد ما أجف رويد وغيره يقول له هادي سكيزوفرين أو كذا فسميهم كلهم مجنين يعني الشيطين أو العكس فلا أنا بقول نعم وإذا ما شفنا أنه هيدا واقع حقيقي نحن منسمح للشيطان يلعب فينا بدون ما نأمن أنه عم بيلعب فينا طيب أسيس اليوم منسمح عن أشخاص في ناس بحالات معينة بيقصدون لا يفكوا عنهم بركة سحر أو شعوزة أو كتيبة لا يحررون من هذا الشيطان شو رأيك بهؤلاء الأشخاص وقالوقات منشوفهم رجال الدين من كل الطواف هيدا ذهاب لاعتماد لأدوات نفسها ونروح النفس المعلم يكون بليس عم يشتغل بحياة إنسان وبيدلوا على واحد تاني منزلمه يحارب على أساس عمل بليس فبيكون مسكوا هاك ولا هاك أنا إذا سمحت لي بحب أني أقرى شيء لأنه الأكزورسيزم قضية كتير قديمة ويسوع تواجه معه وأنا بحب أني أقول للأصدقاء متى 12 اليوم إذا بحبوا ويقره الإنجيل معي متى 12 العدد 22 حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر هم بتشوف في مس له خصة فيزيكل بجسده فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود كما نطرين المسيح يكون ابن داود أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا بباع الزبور رئيس الشياطين هذا كانت قناعتهم وهذا عم ميرس الإكزورسيس بقوة شيطانية فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسم على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف يثبت فكيف تثبت مملكته وإن كنت أنا بباع الزبور أخرج الشياطين فأبنائكم بمن يخرجون لذلك هم أنتوا شايفينهم أن هولي من هند ربنا مسيحهم ربنا إذا عم تتهمون أنه أنا بالشيطان عم بيترد الشياطين هولي جامعتكم بواسط مين عم بيترد الشياطين بل كمهم لأن هولي كانوا شايفينهم كتير بس بدون يتهموا يسوع أنه هو بقوة باع الزبول من هو باع الزبول هو باع الزبوب أو باع الزبول هو إله الدبان يلي بيجي على الجتات وعلى الزبالة فهن أريفو أبلسوا لبليس سموه باع الزبول أشنع صورة ممكنة فقالوا أن المسيح بقدرة باع الزبول يخرج الشياطين أما المسيح فجاوب ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته هوني أنا بدي أقول إذا من روح عند الإكزورسيست يخرجنا الشيطان أو المس أو يحررنا أو يحمينا وما بروح عند الأقوى هوني حكي عن أقوى والأقوى الأقوى المستقوى عن الناس هو بليس الأقوى هو الله أنا ما بروح على طريقة شيطانية تتحرر من لبس أو من مس شيطاني أنا بروح لعند الله ليحررني وهوني يسوع لفت النظر بهذا الإنجيل بقول لهم بيروح الله بإنجيل تاني بقول لهم بيأصبع الله المسيح كان عم بيشتغل بقوة الله مش بقوة الشيطان ليحرر الناس من الشيطان يعني الأشخاص اللي جبنا سيرتهم عم بيعتمدوا مبدأ داوية بالتي كانت هي الداوية نوعا ما أنا مني مآمن بي بس بيستعملوا يعني اسم الله اللي بيكتب كتيبة واللي بيعمل لحجبات وإذا بتفتحهم وبتفكون بيكون مستخدم إيات بإسم الله وبيكون هو عم بربة العالم هاي دي شغلي ومنشوف مثلا واحد كان عنده سبع ولاد يعني اكزورسيست سكاوة اسمه فتشوف سمعان الساحر التقى ببطرس الرسول شايف بطرس الرسول بيعمل عجيب قال له خود شو بدك أعطيني هالقدرة أنا بتفعلك حقا فبتشوف أنه حتى هنين السحرة اللي بيعرفون بيشتروا علوميات من بعضهم البعض فبتشوف أنه في عالم شيطاني ناشط على الكرة الأرضية الناس مش دريانين فيه أنا ما عم بحكي تصفي كلمة واحد هزة البردية عنده هلويس لأنه في عالم عايشين عن هكي طيب هيدا كمان يعني كنا عم نحكي تحت الهوى أنه كمان أعمال شيطانية لما بيسيطروا على عقولنا بالأعلام بالسياسات سياسات الاقتصادية والحياتية والجنسية حتى كمان بيصير الإنسان يعني مشتت وبيصير ضايع بده خشب يتخلص هالمسموح أنه يتعامل المرء مع الجن والأرواح لهدف خير يعني نسمع في أشخاص بيقول أنه مخاوى جن ومرة حكيت أنا وياك عن هذا الموضوع بعيدا عن الهوى بيسير يسمع بيشوفوا بواب عم تتفتح ببيته بيقول أنه الجن ناس وعفوا يعني ما بعرف إذا تصلح نقوله هلأ الصبح يعني جن بيضاجع نساء هاي دي بالعالم العربي موجودة وبيحكوا عننا كتير وبيحكوا عن ناس لابسين ونشاطين وهن بقوى الشيطانية بيروحوا لإغواء البنات والناس شيء يقزز بكل معنى الكلمة وبتشوف أنه بليس ما بيشتغل إلا بالقضارة وبيحط من قدر الإنسان وأيضا بينتهك قدسية الحياة بليس بالكونتكست المعاصر مش مخلى شيء مش عامله بالبشر مثل الأيام المظلمة الصحيقة ضاربة في القدم من فكرة أنه هاي دي بس إشياء قديمة في الحضارات السابقة اليوم بليس بأطر جديدة تستخدم الأضواء والإنارة والإعلام وغيره شو عم بيعمل بالناس إله الجنس وإله القتل إله القتل راح لإله الإجهاد اليوم في قتل الأولاد مثلما كانوا يقدموا أولادهم ضحايا للآلهة هنا ببلاد كنعان من الشاطئ السوري للبنان لفلسطيت كانوا يقدموا أولادهم أضاحي فهلأ الإله المعاصر عمل لهم تشريعات وقوانين حق المرأة بجسدها فيها تطرح تشيل الجنين لأي سبب ما بدا فبتشوف أنه هذا شيطاني نجح فيه نحن معنا أحصائيات ببلادنا عن عدد الأجنة لطرحات أو ما أعرف إذا عم استخدم الكلمة الصحيحة لقطلات لقطلات الولايات المتحدة من يوم اللي عملوا بالأوائل السبعينات إنوني يسمح بالإجهاد بيقولوا صار رايح فيها ما يزيد عن سبعين مليون روح قتلت في البطل فهذا عمل شيطاني بكل معنى الكلمة وقيس على كل الكرة الأرضية كل الشعوب الجنس الفلتان الجنسي التغيرات في الفكر الجنسي اللي هو زواج بين رجل وامرأة وكل الشزوز اللاحق وصولا هلأ بطلت قصة شزوز وحق وحرية شخصية وخيار شخصي وصولا لانتهاك عقل طفل ما بيقدر ياخد قرار عمره خمس سنين بل يقوله انت صبي ولا بنت لازم تاخد قرار وبعدين بيروحوا للتشويه بأسقصه وبيشتغله فبتشوف الآلهة الآلهة لما هم نقول الآلهة مش هم نقول انه فيه آلهة الله واحد ووحيد ما فيه غيره بس العبارة لما نستخدمت بالكتاب مقدس الآلهة في العالم القديم كان مقصود فيها الشياطين اليوم في الثاني على العالم عبر الميديا عبر السوشيال ميديا هيدا الأخطر ونحن منشوف من علامات آخر الأيام هو استخدام الصورة التي تتكلم لتغوي الناس وتغير لهم عقلاتهم فبتلاقي بليس عم يشتغل بالناس بقوة أكبر من قوة التربية أقوى من قوة الأهل أقوى من قوة المؤسسة الدينية يلي هي تنادي بالفضيلة فبتلاقي اليوم الأجيال الشابة عبر المكنة اللي حاملينا كل واحد في جيبته بليس عم يشتغل فيه واخد العالم باتجاهات خطيرة أسيس كنا عم نتأثر بال إذا بدك هيك العلمانة بالانفتاح بالتطور جنين وراء التكنولوجيا أوقات مننطلق من قصص بتعاطينا مع الأفراد اللي مزوجين مع أولادهم انطلاقا اللي تفضلت فيه الحرية الشخصية لتكوين الشخصية أنه عندك حياتك عندك هوياتك عندك ميولك أنه أنا بحترمك كيف ما كنت بالنتيجة أنت ابني أو أنت بنتي ونحن كلنا أولاد الله ليه الباي بده يقبل ابنه أو بنته إذا كان عندهم ما بعرف شو منسميها انحرافات أو ميول طاربنا السماو اللي هو سموح عادل كريم ما بيقبلنا هيدا الموضوع بنبقى بنحكي فيه الله بيقبلنا وبده يصالحنا معه وبده يردنا للأفضل حبيت منك الجواب لأن بعرف موقفك بهيك مواضيع كتير فلساس وبده ينا نكون قديسين ما تفكروا أنه الله كرخانا بيقبل العالم مثل ما هنين وبيخليهم مثل ما هنين بيوسخهم الله بنرضفهم الله بيطهرهم الله بنقيهم وقال الله بيضمهم لجسد والسر العائلة العائلة المقدسة اوكي بنضافة بيفتقدوها لما كانوا عيشين حياة الخطية ومن هون معنى التجديد بالروح القدس والتقديس هيدا اختبار الاداسة نحن بطل معنى اختبار الاداسة صار كل الموضوع بلني مثل ما أنا بدون تقديس يعني كل هؤل اللي تقدسوا بممار التاريخ يا حرام كانوا بوطي تمسطيل ضحوا وراحوا دعان راحوا هدر كل اخبارهم ما الى ايميه هلا الفكرة الجديدة عن الله هي فكرة شيطانية فبدون العالم الله على صورتهم موسخ ملطخ وبيقبلهم وبيقبلهم مثل مهنة نعم بدأ اختم اسيس بسؤال كيف يعني يسوع كان يتعامل مع اخراج الشياطين وحضرتك عطيتنا مثل من الانجيل الكتاب المقدس لهالعمل الجبار لانفي يسوع المسيح حرروا لهذا الانسان والشفاء منشوف واحد كان فيه لجيون 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 الشياطين طرد الشياطين منه راح يتفاتت بالخنازير ووقعوا عن الجرف كيفرج الناس خطورتهم هلا شو عم بيكمل المسيح هذا النص الريتو انا بمتة 12 وين بيوصل بيوصل للتحذير اذا خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد ثم يقول ارجع الى بيت الذي خرجت منه فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا ثم يذهب ويأخذ معه سبعة ارواح اخر اشر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله هكذا يكون ايضا لهذا جيل الشغير بدنا ننتبه اذا حررنا الرب بيون الايام وبقل مكان فارغ مامتلى من محبة الرب والحضرة الالهية هايدي قصة خطيرة بيرجع بليس بيجيب معه سبع الشاطين تانين ويفوت بتكون نهاية الانسان كان الهيكل تبعهم فارغ بيتهم يعتبروا بيته بليس وجاب سبع رفقة جديد وصار عنده خطايا مضاعف سبع مرات فانا بدي اقوله المسيح يحررنا ولكن المسيح بتوقع منا انه نحفظ حالنا تحت سلطانه بورس رسول بيقول انه نقلنا الله من سلطان الظلمة الى سلطان النور الى احمي حالي انا اريد اللي حررني يحميني فلازم لزق فيه وبالتالي اطلب معونته وحمايته وإلا انا عندي نهاية الشر من البداية انا ما بدي اقول هيدا الكلام لهبة العزائم بالعكس لشدد النفوس بانه تروح لعند اللي وحده بحرر يسوع المسيح هو الوحيد اللي انتصر على الشيطان نروح اللي عنده نطلب منه حمايته علينا وعلى اولادنا الله يحمي الجميع شكرا لك موضوع جريء حساس خطير بنفس الوقت والخلاصة كانت ايجابية نخفف من وطقة الموضوع لان لما نحك عن الشيطان كلنا نقول يا رب استرافة الله يحمي شكرا طالما طريق معروف لوين ما بعرف لين احنا متقعصين ومنقل المروح لانروح لعند النبع صحيح ما هيك شكرا لك اسيس مبروك النقلة مرسي منروح الى فاصل اعلاني من بعد مايو انا منتظر بلقاءاتنا